السمنة المفرطة وتراكم الدهون من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثيرون حيث أنها تسبب مشاكل صحية عديدة فتسبب خللا في النسبة الأنسلين بالدم وتؤدي إلى مرض السكر ومضاعفاته الأخرى تعتبر السمنة مرض معقد يتضمن وجود كميات إضافية من الدهون في الجسم وهي ليست فقط مشكلة جمالية بل إنها مشكلة طبية تزيد من خطر الإصابة بأمراض ومشاكل صحية أخرى ويعد مؤشر كتلة الجسم المحدد الأفضل حاليا للسمنة ويتم قياسه عبر قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بلمطار ونظر لأن مؤشر كتلة الجسم يعبر عن وزن الجسم بنسبة إلى طوله فإنه تتواجد صلة وثيقة بين محتوى الدهون الكلي في الجسم وقيمة المؤشر حيث أن الشخص البالغ الذي مؤشر كتلة جسمه أكثر من ثلاثين يعد أنه يعاني من السمنة والشخص الذي يشير مؤشر كتلة جسمه إلى أربعون يعد وصعبا بالسمنة المفرطة فيما يلي أضرار السمنة وتأثيرها على الجسم عاشرا زيادة دهون الدم غير طبيعية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة فهناك خطر متزايد من وجود مسويات غير طبيعية من الدهون في الدم وتشمل هذه الدهون المسويات العالية من الدهون الثلاثية والكوليستيرول المنخفض الكثافة الضار وانخفاض مسويات الكوليستيرول الصحية وارتفاع مسويات هذه الدهون في الدم يزيد مخاضر الإصابة بأمراض القلب المتعددة تاسعا السمنة تؤدي إلى السكتة الدماغية يمكن لزيادة الوزن أو السمنة أن تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين والتي في نهاية المطاف يمكن أن تتمزق مما يؤدي إلى تكون الجلطات في مجرى الدم وإذا كانت الجلطة قريبة إلى الدماغ فمن الممكن أن تمنع تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ وتؤدي إلى حدوث سكتة دماغية وتزداد مخاطر الإصابة بسكتة دماغية مع زيادة مؤشر كتلة الجسم ثامنا السمنة وعلاقتها بمرض السكرية في داء السكري من النوع الثان خلايا الجسم لا تستخدم الأنسلين بشكل صحيح في البداية يتفعل الجسم عن طريق ضخ المزيد من الأنسلين ولكن مع مرور الوقت فإن الجسم لا يمكن إنتاج ما يكفي من الأنسلين لسيطرة على ارتفاع مسوى السكر في الدم ويعتبر مرض السكري هو سبب الرئيس للوفاة المبكرة وأمراض الشرايين التاجية وسكتة الدماغية وأمراض الكلا والعمى ومعظم الذين لديهم داء السكري من النوع الثان يعانون من زيادة الوزن والسمنة سابعا السمنة المفرطة وعلاقتها بالسرطان العديد من أنواع السرطان تحدث أكثر عند الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة أشارت دراسة من المملكة المتحدة أن حوالي 5% من السرطانات تكون بسبب زيادة في الوزن هذه السرطانات تتضمن سرطان الثدي، سرطان المبيض، سرطان المرء، سرطان القولون، سرطان الكبد، البانكرياس، المرارة، المعدة، وسرطان بطانة الرحم، سرطان عنق الرحم، الكوليا، البروستات، لمفوما لها الجكونيا، ورامين قوي متعدد يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم مع زيادة خطر الإصابة بأكثر 10 أنواع سرطانات انتشاراً، بما في ذلك 41% من سرطانات الرحم، و10% من سرطانات المرارة، والكولى، والكبد، والقول في المملكة المتحدة ترتبط البدانة بزيادة مخاطر حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة الرئيسية لإزالة الأورام مقارنة بالوزن الطبيعي سادساً العيوب الخلقية الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أثاء الحمل يكون لديهم خطر أكبر في إنجاب طفل مصاب بعدد من تشوهات الخلقية بما في ذلك عيوب الأنبوب العصبي مثل عدم الدماغ، السنسنة المشقوقة، الشذوذات القلبية الوعائية، بما في ذلك الشذوذات في الحاجز، الشفى المشقوقة والحنك، رتق الشرج، شذوذات تخفيض الأطراف، استسقاء الرأس خامساً أضرار السمنة المفرطة عند الأطفال أكثر الأطفال الذين يعانون من السمنة يصابون بقسر القامة وعدم النمو السليم يعاني الأطفال من صعوبة التنفس خصوصاً أثاء النوم مما يسبب الشخير الأطفال المصابين بالسمنة يعانون من الشعور بالاكتئاب نتيجة التنمر من زملائهم في المدرسة أو بسبب الخمول وقلة الحركة رابعاً آثار السمنة المفرطة على العمود الفقري يتأثر العمود الفقري بالوزن الزائد عند الإنسان لأن كل كيلو زيادة في جسم الإنسان يضغط على العمود الفقري بمثابة خمسة كيلو مما يعرض الشخص المصاب للشعور بألم حاد في العمود الفقري كذلك على الرقبتين مما يؤدي إلى خشونة الرقبتين في وقت مباكر من العمر لهذا ينبغي لكل من يعاني من ألم في الرقبتين اتباع حمية غذائية لتخلص من الوزن الزائد ثالثاً ضرر السمنة المفرطة على القلب تسبب السمنة المفرطة مشاكل عديدة في القلب ومنها النوبات القلبية والذبحة الصدرية وقد تؤدي إلى الوفاة وذلك بسبب ارتفاع الكوليستيرول والسكر في الدم ويعيق إرسال الدم ثانياً العز ومعدل حياة نقصر الوزن الزائد والسمنة يمكن أن يؤدي للحد من النشاطات اليومية بالمقارنة مع الأشخاص ذوي الوزن السميم فإن الذين يعانون من الوزن الزائد يجدون صعوبة في سير مسافة 500 متر والقيام من مقعد بدون مساند ولأن الوزن الزائد يلعب دوراً مهماً في العديد من الأمراض الشائعة والفتاكة فمن الممكن أن يؤدي الوزن الزائد وأمراض السمنة إلى انخفاض في معدل سنوات الحياة في دراسة نشرت في سنة 2006 في مجلة نيو إنغلاند للطب والتي تابعت أكثر من نصف مليون شخص في سن الخمسين حتى الواحد والسبعين عاماً لمدة عشر سنوات وجد البحثون ارتفاع في نسبة الوفاة بعشرين بالمئة حتى أربعين بالمئة لدى الأشخاص الذين يعانوا من الوزن الزائد في منتصف حياتهم أما لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة فإن نسبة الوفاة كانت أعلى بمرتين حتى ثلاث مرات وفي دراسة نشرت في نفس المجلة في سنة 2010 والتي جمعت معطيات من 19 الدراشة تابعت 1.49 مليون بالغ أبيض البشرة من سنة 2018 حتى 84 عاماً لمدة مشابهة من الزمن تبين أن احتمال الوفاة ازداد مع ارتفاع السمنة وتراوح بين زيادة بنسبة 44% لدى الأشخاص الذين يعانوا من السمنة المتوسطة وحتى نسبة 250% لدى الأشخاص ذوي البي ام اي الذي يبلغ من 40 حتى 50% أولاً التأثير النفسي للسمنة المفرطة على الجسم كثيراً ما يصاحب السمنة الاكتئاب ويمكن لكل من المريضين أن يؤثر في الآخر وهذا ما يظهر عند دراسة علاقة السمنة بالاكتئاب عند النساء حيث ارتبطت السمنة عند النساء بزيادة في معدلات الاكتئاب بنسبة 37% وكذلك هناك علاقة قوية بين النساء ذوات مؤشر لكتلة الجسم المرتفع والأفكار الانتحارية وكذلك قد يؤدي الاكتئاب إلى التغير في عادة نشاط وتناول الطعام على سبيل المثال يبدأ العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لأحداث شديدة عاطفياً بتناول الكثير من الأطعم بسرة خاطئة وقد تطل هذه العادة بحيث يصعب تغيرها ومن جانب آخر ترتبط السمنة بأمراض نفسية مثل الشراهة المرضية وفقدان شهية العصبية وخصوصاً عند النساء البدينات التي يتعرضن لمضايقات حول مظهرهن من الآخرين